مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم نحكي عن الموضوع مهم جدا جدا خاصة اللي موجودين في كندا تابعونا بعد الفاصل وححكي لكم عن الموضوع بس قبل ما نحكي في سؤال سألوني يا ناس كتير ليش ما بيوصلهم تحديثات من القناة القناة او قد بنزل كل يومين يوم بعد يوم فيديو جديد فالناس اللي ما بيوصلهم التحديثات السبب الوحيد انهم مش عاملين سبسكريبشن اللي مش عامل سبسكرايب ومش حاطط ضغط على الجرس تبع التنبيهات ما بوصلوا كل جديد فاعملوا هاي الشغلات اعملوا لايك ابتدعموا قناتي وبتساعدوني اني استمر في المحتوى حوالي تسعين بالمية من اللي بيحذروا القناة للأسف مش عاملين سبسكرايب بس هدول الناس مش عام بوصلهم كل اشي جديد فاذا حاب يوصلك كل اشي جديد اعمل سبسكرايب اعمل ضغط على جرس التنبيهات اعمل لايك وساعدني اعمل شير ونراكوا بعد الفاصل هذا الموقع اللي بنشرح لكم اليوم رائع جدا خاصة للناس اللي ساكنين في مقاطعة انتاريو اسمه انتاريو 2-1-1 موقع جميل جدا لكتير ناس بتحتاجه الجيين جدا او المقيمين هون في معلومات كتير رهيبة خليكوا بعد خليكوا عشان اشرح لكم في هذا الفيديو طبعا هذا الموقع اكثر من رائع انتاريو 2-1-1 زي ما انتوا شايفين هو بحكي لك وين السيرفيسز في يور كميونيتي في المكان اللي انت عايش فيه فيه شغلات كثير يعني هاي هون الشغلات اللي ممكن تلاقيها في الكميونيتي تواقم من بداية الشغلات للعضلز للكميونيتي سيرفيسز الفود للشيلترز للهوملس للنيوكمرز للجوبز كل شيء ممكن تلاقيه يعني اشي رائع هلا بنا نحكي عن بعضهم كيف تدور عليهم وتشوفهم طبعا زي ما انتوا شايفين شغلات خيالية ممكن تلاقيها خلينا ندخل هون عن كميونيتي بروغرامز بيحكي لك برضو جواها فيه شغلات من الفالنتير مثلا كمبيوتر هذا جنرال شغلات لببليك لايباريز كل شيء ممكن تلاقيه في هذا المكان بس بتدخل مثلا هذي فالنتير سنتر بتدخل بتحط المدينة تبعتك او البوستل كود زي ما انتوا شايفين بعطيك عدة مواقع وعدة شركات او مؤسسات تسوي نفس العمل هاي هون كلها مؤسسات كانت بتساعدك بالفالنتير او التطوم لو رجعنا لورا كتبنا دورنا على مثلا شغلة تانية خلينا نحكي هذي امثلة انا بعطيكوا اياها مثلا النيو كامرز النيو كامرز عندهم شغلات كتير بيدوروا عليها هاي الشغلات ممكن تلاقوها مثلا الانجليش كلاسيس ناس بتدور على تعلم اللغة للقادمين الجدد يعني اشياء كثير مستحين نشرحها واحدة واحدة هون للاجئين مثلا في شغلات ريسورس او نيو كامر مثلا امبلويمنت للعمل خلينا ندخل على هاي مثلا برضو بنحط المدينة موسيقى و زي ما اندو شايفين طلالنا عدة اماكن لنيو كامر امبلويمنت سنتر تساعدوا القادمين الجدد على التوظيف في كتار منهم لو دخلنا على اي واحد او خلينا نشوف مثلا تدخل على اي واحد بعطيك كل المعلومات عنه نرجع على الموقع الاساسي نشوف مثال هاوسينج هاوسينج هذا المنازل هون كل اشي بيحكي لك عن المنازل كيف تلاقي منزل كيف تدور على يعطيك genetically للينا ندخل هون مثلا 페دو كبيره بشكل عام رح يعطيك مثلا الفود بانكس الأماكن اللي ممكن تلاقي فيها شغلات فود هيلثي فود ماتيريالز فري لو مش عارف كوست فود الفود بانك هاي معروفة في كندا انها هاي بتوزع الأكل على المحتاجين بس بيحتاجوا منك اول مرة انك تعطيهم الانكم تبعك قديش عندك دخل وعادة بتروح عادي بتتبضع كل فترة عندهم بعطوك الشغلات المتبرعين في هالناس هادي ثقافة موجودة كتير زي صدقة عندهم وفي صدقة بانك هادي أمثلة يعني هلا بدي أعطيكم مثلا اخر مثال خلينا نحكي على الفاميلي سيربسز الشغلات اللي ممكن تساعد الاهالي مثلا الاهالي هاي يعني يمكن اكتر شغلة بيبحثوا عنها الاهالي هذا موجود في انتاريو كل المعلومات عن هون اذا يعني تفتح ايا واحد بعطيك عنوانه تلفونه اي زي ما تشايفين هون شو هو هذا المكان هل هو فور بروفيت نان فور بروفيت ربحي غير ربحي كل شي بغطيك اياه الفيسبوك تبعه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة